خلصنا دي الناس اللي بتلوم على كابتن سيد عبد الحفيز ان راح اتكلم مع الحكم المباراة بعد انتهاء بسال خير اخباركو ايه سامعيني طيب حضراتكو اللي جاي ده حصل بالفعل على شاشة احدى القنوات هو حضراتكو بتشوفوا الناس اللي بتتكلم عن اتحاد الكورة وعن لجنة الحكام وان هما بيعيبوا في زمم الحكام وبيعيبوا في زمم الناس كلها على الهوى بالساعة وبالساعة ونص على الهوى كل يوم بالليل ومحدش بيجي في سيرة الكلام ده سايبين كل ده وعملين تقولوا سالة عبد الحفيز غلط وماينفعش ومش عارف ايه والكلام ده كله محدش بيبتع بوق لكن سالة عبد الحفيز لما نحن اشتف الحكام مش احنا ولا عمرنا هنعمل كده ولا عمرنا هنعمل كده يطلع يتشتم اتحاد الكورة يطلع يتشتم الحكام يطلع يتشتم اي حد في مصر كلها ما عنديش مشكلة يتشتم وإحنا كاعلاميين مش هن ولا حاجة هنبص النحاء التالي لكن اول ما هنحد من الاهلي محمود متولي سعد عبد حفيز راح يتكلم مع الحكم حقه كمدير الكورة ان هو يتكلم مع الحكم حتى لو هو ما اخطأش ولكن حتى لو حصل اشوف طب ما اتكلم على فكرة لو الاعلام الرياضي بيتكلم على كل ده ما حدش فينا كان حيقدر يفتح بقه يا جماعة سكتونا خلونا نسكت ولكن ان حضرتك بتكيل بمكيالين كالعادة عادي جدا ان انا شايف ناس بتطلع كل يوم بالليل تقضي تشتم في مصر كلها وعادي جدا ما بنفتحش سريتهم ما بنجيبش سريتهم لكن لما ساري عبدالحافيز يروح يطلب حقه وحق فرقته يبقى دي لها تتقلب صراحية شايد ما شافش حاجة ممكن تشغلوها بقى ساعتها لو الجانب الاخر فالحقيقة حاجات غريبة جدا روح احد بشوفها طيب مباراة منشستر يونايتد ومنشستر سيتي مش هتكلم عن الجون انا كتبت على الصفحة عندي فانا مش هتكلم عن الجون ان هو نفس الجون بتاع مباراة الزمالك والداخلية وان الحكم حسبه بالزبط هو وقال لك لانه ملمسش الكورة ولم يتداخل نفس الكورة بالزبط اللي يعني بقالنا اسبوعين من ساعة الماتش ده ما خلصت غير الوقت يقول لك ظلم الحكام طيب لو عندك الصور بتاعة الماتش منشستر سيتي طيب اهي على فكرة اللعيبة راح تتكلم مع الحكم عادي ما خدوش انذرات امر طبيعي وارد جدا ان اللعبين يتكلموا مع الحكم بالمناسبة ما فيهاش اي مشكلة ولكن الغريب اهو حضرتك وقفين حوالين الحكم ده في اوروبا مش في مصر ده في اوروبا طيب وريني الناحية التانية في مصر هات كل الصور بعدين وريني الناحية التانية في مصر زي ما حضرتكو شايفين بيحصل يا جماعة ان الحكم على فكرة الحكم ده المفروض المفروض ان هو يكون القاضي العادل يعني لو حضرتك شايف ان انا متنرفز وجاي عليك متنرفز اه هدي الناس وانت بتتكلم لكن انت شفت طريقته مع الحمدي فتحي انت بتتكلم برضو يجب ان يكون هناك نوع من الاحترام حتى وانت بتتكلم زي ما حضرتكو شفت والناس وقفة حوالين الحكم حصل ايه الحكم ادى انزار لحد الحكم في الدورة الانجليزية منشستر يونايتد بيلعب منشستر سيتي فيش حاجة حصلت بقيت الصور الشباب لو سمحتوا فيه صور تانية حوال رهالكم من مباراة المصري الاخيرة مهو مهو لعيبة نادي الزمالك اهي وقفة مع الحكم ومتعصبين وعادي جدا هو ايه اللي حصل انا ما بقولش ان ده غلط ولكن هو حضرتك هنا ما تدتش انزار ليه وحضرتك هناك تدت انزار ليه هات الصورة التانية اهو بيحصل يا جماعة عادي انا كنت لعيب وعارف الكلام ده بتحصل وبنشوف اهو هيسة وزنباليتة والمطشي لقى شغال والناس عمالة زقف بعض ومصري وزمال انا ما بكلمش عن زمالك بس انا بتكلم عن مصري اهو كمان الناس كلها بتزقف بعض وما حصلش حاجة ولده انزاروا لعمل حاجة لانه على فكرة طبيعي ان اللاعب يتكلم مع الحكم طالما بيتكلم في اطار الاحترام هو ايه اللي حصل محمود متولي ومحمود متولي مسك في زميله وقال لوعة وبيتكلم مع الحكم او بيتكلم مع الحكم من حقي ان انا اتكلم مع الحكم بالمناسبة واقول له يا كابتن لا يا كابتن الديني